مرحبا بكم في النشرة الرياضية استقبل الأمين العام للجنة الأولمبية البحرينية السيدة عبد الرحمن صادق عسكر استقبل وفد الاتحاد البحريني لرياضة ذوي الإعاقة العائد من دبي بعد مشاركته الإيجابية في بطولة فزاعة الدولية الثامنة للعاب القوى لذوي الإعاقة حيث حصد أبطالنا ستة ميداليات ملونة بينها ذهبية واحدة وفضيتان وثلاث برونزيات وقد هنأ عسكر الأبطال ونقل لهم تحيات وتهاني سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة رئيس المجلس العلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية الجدير بالذكر أن بطولة فزاعة الدولية تعد واحدة من سلسلة البطولات المعتمدة للتأهيل إلى الدورات الأولمبية وقد شارك في نسختها الثامنة 49 دولة مثلها 650 رياضيا من الجنسين يفتتح منتخبنا الوطني لكرة القدم للشباب مشوره في البطولة الدولية الودية التي تبدأ منافساتها مساء اليوم على أرض مملكة البحرين وتستمر حتى 28 من شهر مارس الجاري وذلك بملاقات المنتخب المكسيكي عند السلسة والنصف على استاد خليفة ويسبق لقاء منتخبنا مواجهة تجمع منتخب اليابان بالمنتخب المالي عند الساعة الرابعة عصرا يواصل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم تحذيراته استعدادا لملاقات المنتخب اليمني يوم الخميس المقبل في الجولة السابعة لتصفية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم وكأس آسيا حيث يحتل منتخبنا المركز الرابع ضمن المجموعة الثامنة برصيد ست نقاط أعلن فريق الأهلي نفسه أول المتأهلين للدور الثلاثي للدوري زين البحرين لكرة السلة وذلك بعد فوزه الكبير على فريق المحرق باثنتين وتسعين نقطة مقابل سبع وخمسين وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين في المربع الدهبي على صالة الاتحاد بأم الحصمة ليحقق الأهلي انتصاره الرابع من دون أي خسارة رافعا رصيده إلى ثمان نقاط ضامننا التأهل بشكل رسمي للدور الثلاثي من المسابقة فيما تعرض المحرق لخسارته الثالثة على التوالي في المباراة الثانية تقلب حمل لقب فريق المنام على الحالة بثمان وتسعين نقطة مقابل تسعين ليرفع بها رصيده إلى ست نقاط في مركز الثاني خلف الأهلي في الوقت الذي تساوى فيه الحالة بهذه الخسارة مع المحرق برصيد خمس نقاط هذا وتبقى من زمن المربع الذهبي جولتان على نهاية اللقاء